اغتيال مفاجئ لشخصية سياسية عربية يشعل أنظار العالم شاهد أخطر توقعات سيدة الإلهام ليلى عبداللطيف بعد قليل على قناة توقعات الأيام برحب بحضرتكم معنا في قناة توقعات الأيام وحلقة جديدة من حلقات توقعات سيدة الإلهام ليلى عبداللطيف وأخطر توقعاتها العربية والعالمية وفكرك سريعا تم اللايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي توقعات في العالم ولو انت جديد معنا شرفنا بالاشتراك في القناة وما تنساش تفعل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول بتتوقع ليلى عبداللطيف مخطط عالمي جديد بيشغل وسائل الإعلام في العالم وبيشعل مواقع التواصل الاجتماعي في دول العالم سيتم الكشف عن فحص طبي حديث يكشف عن مدى احتمال الأشخاص للإصابة بالسرطان وبشكل مذهل هذا الفحص الطبي سيكون قادر أيضا على تحديد مكان الإصابة بالسرطان في الجسم قبل حدوثه بسنوات للأسف البطالة سنراها ترتفع في أمريكا وأوروبا والاقتصاد سيكون في حالة ركود مع ارتفاع للأسعار بسبب فوضى وإذا كان ده حيحصل في أمريكا أو في أوروبا خلال الأشهر القادمة من 2023 الإمارات سوف تتخذ قرار خاص وبتوجيهات مباشرة من الشيخ محمد بن زيد بإعفاء المخلفين لقانون الإقامة والعمل من المقيمين الأجانب وأعطاهم مهلة زمنية لتصحيح أوضاعهم القانونية من دون دفع مالية من داخل أو خارج الإمارات وحتشهد الإمارات مزيد من الأمطار الغزيرة وشايف المياه بتغمر شوارع الإمارات من جديد كمان بتتوقع أن باكستان سوف تتعرض لكارثة إنسانية كبيرة وده حيكون بسبب الطبيعة واللي حتؤدي لخسارة مادية وبيئية كبيرة وأيضا من خلال عدد الوفيات والإصابات الكبير وحنشوف ألاف القتلى والمصابين وغيرهم من المفقودين والمشردين وللأسف حيكون في ضحايا لهذه الفيضانات العريمة لكن الحكومة مش هتكون أدرة على مواجهة تلك الأزمة الكبيرة اللي حتعيشها باكستان وكمان شايفة هذه الفيضانات بتهدد عدة دول في العالم خلال الفترة اللي جاية وحطوا لهذه الفيضانات نساحات شاسعة وكبيرة من أراضي هذه الدول فمن فيضانات السودان لفيضانات باكستان كمان بتتوقع أن وليل عهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حيكون حديث العالم والإعلام بسبب الإنجاز العظيم والكبير اللي حيحصل وحيكون إنجاز كبير للعالم كله ومش بس للمملكة العربية السعودية وده حيفتح أبواب المشاريع والاستثمارات الضخمة ما بين الأوروبيين والعالم إلى الداخل السعودي بقوة وسيجعل المملكة العربية السعودية خلال المستقبل القريب قوة اقتصادية فاعلة وبارزة على الصعيد العالمي وأراع تحتل مركز دولي الأنظار من خلال السياحة والعمران والإزدهار والأياد البيضاء للقيادة السعودية ستحمل البشرة الصارة لغالبية الشعب السعودي من خلال إصدار مرسوم من الديوان الملكي تحت رعاية وليل عهد الأمير محمد بن سلمان وهذا القرار بيحمل معاه بشائر الخير للسعودين أولا وللمقيمين والوافدين ثانيا وشايف هذا المرسوم بيهدف لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لأغلبية الشعب السعودي ويساهم في تغيير أوضاع المقيمين للأفضل ويجعل الوافدين إلى أراضي المملكة يشعرون بالأمن والأتمئنان وكأنهم في بلدهم الأم وأخيرا أرى أن خطة التقدم والبناء والإصلاحات الشاملة واللي بدأت القيادة السعودية بقيادة وليل عهد الأمير محمد بن سلمان للتغيير الكبير سوف تطال الحجر والبشر وستشهد بعض دول أوروبا للأسف أحداث دموية ومؤسفة بسبب موجة جديدة من عمليات الإرهاب ومرة جديدة لن يكون الخطر بعيدا عن الأماكن التجارية ومحطات القطار والمطارات وأيضا بعض المراكز والنوادي الليلية خصوصا في أوروبا ووصولا إلى عدة أماكن زي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وأخيرا بعض من دول القارة السوداء قارة أفريقيا كمان حتشكل هذه الاحتجاجات الغاضبة في عدد من دول أوروبا تهديد مباشرة على بعض المراكز والمؤسسات الحكومية في كل الدول الأوروبية دي وطبعا للأسف الشديد اقتصاد هذه الدول سيتجه إلى درجة التدهور والإنهيار وأيضا بعض الشركات العاملقة فتعلن عن إفلسها وده اللي حيجعل الدول الأوروبية وخاصة فرنسا وبريطانيا وإيطاليا تعيش حالة من التقشف والبطالة وبتقول أن سيناريو الإنقلاب اللي حصل في سريلانكا سوف يتكرر ويصل لهذه الدول خاصة دول إفريقية وأسيوية وأن نيجيريا والهند وباكستان وكازاخستان حتكون من أكتر الدول اللي حيحوم حواليها وفي أجواءها خطر تكرار سيناريو سريلانكا وهذه الدول حتشكل الحدث الأبرز خلال الفترة القادمة كمان بتتوقع أن أجواء التهديد حتحوم للأسف في أسماء أكتر من دولة عربية وبتعتقد أن تكرار سيناريو سريلانكا حينجح في بعض هذه الدول لكن حيفشل في دول تانية ولكن للأسف أن في كده الحالتين حتكون النتائج واحدة وهي حدوث تغيير كبير في هذه الدول في نظام الحاكم أو الأشخاص على أمل أن التغيير يكون للأبضل قطر ستلعب خلال 2023 أكبر أدوارها السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية خصوصا في سوريا ولبنان ولبيا الحكومة البريطانية حتقوم بتحذير الناس والشركات من وجود خطر بيهدد العملات الرقمية من خلال النصب والاحتيال عن طريق بعض الشركات الوهمية شايفة كمان غزو فضائي مجهول شايفة حاصل خلال السنوات القادمة لا محالة وعلى أراضي بعض الدول في العالم تنفيذ مفاوضاتها إلى أثناء الفترة القادمة بين أمريكا والحكومة السورية بمؤذرة وتوفير نفقات السلطة الروسية حدوث عدد كبير من المظاهرات المؤيدة لرئيس السوري والشور الأسد ويتخلل المسيرات فقرات عديدة منها رفع وحمل الصور المخصصة لرئيس وزوجته وكمان شايفة العقوبات المالية بتطال بعض المصارف اللبنانية من جديد وده حيؤدي لانهيار قسم منها وإفلاس قسم آخر أيضا مزيد من الشركات سوف تغلق أبوابها بسبب الانهيارات وباتت مهددة بصرف الرواتب سيحدث تطور للأفضل في دولة الإمارات العربية المتحدة وستعود السياحة بشكل قوي البحرين ستشهد تغييرات للأفضل وبشكل عام الخليج كله سينفتح على بعضه والسياحة ستكون واحدة مثل أوروبا سابقا تسوية سياسية قادمة لا محالة حتى لو بالقوة العسكرية في عدة دول عربية كالعراق وسوريا ولبنان ومن أخطر توقعاته النهاردة إن أحد المواكب السياسية أو العسكرية اللي بتواكب شخصية سياسية بارزة سوف يتعرض لخطر أمني كبير أو اغتيال قد يؤدي إلى وفاة هذه الشخصية وطبعا الأعزاء بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة من أخطر توقعات سيدة الإلهام ليلة عبداللطيف وتوقعاتها العربية والعالمية بشكركوا جدا على حسن المتابعة ما تنسوا اشتملوا اللايك والاشتراك في القناة هنستنى تعليقاتكم وقرأكم ويدمتم في حفظ الله ورعايا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة